لما بتقولي عنده علاقة مع الأمريكان وعنده علاقة مع الفرنسوية لما نجى ميشيل عون كان عنده علاقة مع الأمريكان كان عنده علاقة مع الفرنسوية لما نجى ميشيل عون أول زيارة خارجية راح على السعودية ورجع وحكي بالاستراتيجية الدفاعية أشهر هيدا شهر العصل هيدا كان يعني جمعتان شهر شهران وبعدين بلشت سنوات اللي مش عصل تبا نقول شي تاني بلشت سنوات التحدي تخطيط سلاح الحزب تخطيط حربه بسوريا واستمرار اعتداءاته على العرب باليمن وبغيره لحزب الله هل يختلف سليمان الفرنجية عن البروفيل الاستراتيجي والخارجي لمشيل عون أبدا زائد رح يجي سليمان الفرنجية في معلومة بتقول أنه جبران باسيل مشترط على سليمان الفرنجية الإدارة المارونية تكون لأله يعني مارون قبياتي قائد للجيش أنتوان شقير حاكم لمصرف لبنان وفادي عائيه أو غادة عون رئيس لمجلس القضاءة الأعلى وقص على ذلك يريد جبران باسيل أن يحكم في الظل أن يكون الرئيس الثاني كما كان في عهد مشيل عون من خلال سليمان الفرنجية واللي بيقوله أنه لا بيجي سليمان وسليمان قوي وشخصيته قوي وما بيقبل حين يرعى هذا الاتفاق الأمين العام لحزب الله على عشا بحارة حراك فهذا الاتفاق سيطبق ما بيقدر سليمان الفرنجية يكب توقيعه على اتفاق من هذا النوع كما رمى جبران باسيل توقيعه عن اتفاق معراب وعن اتفاقه مع سعد الحريري وعن كل الأطراف اللي زارة وعمل معها اتفاقات قبل ما يوصل ميشيل عون عب عبدة وبعدين كله كبه وشد على الماء السخن والبردي بس بدي لك شغلة أنه اليوم السمين فرنجية المعلوماتية اللي المحيطة فيه أنه لم يقبل بشروط جبران باسيل ولن يصير رئيسا من دون ما يقبل لن يأتي رئيسا سليمان إلا بكلب شات جبران باسيل لسبب بسيط لا يحتاج إلى ما في يكون ما في يصير رئيس جمهورية بعدد أصوات النواب من دون صوت جبران باسيل مستحيل لأنه ما بيكون عنده ميثقية مسيحية النواب المسيحيين هني مع مع جبران باسيل وميشيل عون ومع سامير جعجا كيف بدو يجي بدو يجي بسليمان فرنجية رئيسا بأصوات المسلمين سنة وشيعة ودروز هذا إذا افترضنا أنه العرب خارج التغطية وأنه النواب السنة بعكار وبيروت وترابلس انتخبوا سليمان فرنجية وهذا أمر يعني دونه الكثير هلأ لأنه كمان رح نحكي بعد شوي المعلومات بتقول أنه في تفكير جدي يتقدم بالمملكة العربية السعودية بالاجتماع والالتقاء مع قيادات القوى السيادية بلبنان بالفترة المقبلة إما مجموعين وأما فرادة وهذا سيكون دخولا عربيا جديدا وغير مسبوق على خط الملف اللبناني بشكل عام نعم والرئاسة بطبيعة الحال يعني مرأة تشكيل حكومة وانتخابات نيابية وحكومة أخرى ولم يتدخل العرب عودة العرب إلى هذا الملف في هذا المناخ اللي هو مناخ تسويات وحوارات المنطقة ستقلب كل الأوراق وبهذا المعنى النواب السنة ما رح يكونوا قادرين يعني يكونوا لوحدهم بهذا المعنى مثل ما عملوا مع انتخاب نبيه بري رئيس بري ما الذي يضمن دخول اليوم عم تقول أنه في معلومات عن دخول عن تفكير جدي يتقدم تفكير جدي يتقدم أستاذ محمد نحن وقت الانتخابات نيابية كنا نطرح نفس السؤال أنه هل سيكون هنا في تفكير جدي يتقدم كانوا واضحين كانوا واضحين نحن مخصنا هلأ شو صار بآخر لحظة بآخر ما كان فيه دخول جدي السعودية والعرب لم يشاركوا بالانتخابات النيابية كانت متروكي لإيران وللانجي اوز بس ما كان السفير السعودي عم بيقوم بجولات باللحظات الأخيرة وهذا لم يكن هلأ سنصير باللحظات الأخيرة قبل الاستحاء الرئاسي ولهلأ ما فيه تدخل جدي استحاء الرئاسي يختلف الانتخابات النيابية بدأ ستة شهر وسنة يشغل قبل استحاء الرئاسي فيه واحد قبل شهر قبل جمعة يصير فيه توافقات وتوازنات دولية ما حول اسم ما ويتغير المعطى بس هذا ما بينعمل بالانتخابات النيابية المسألتان مختلفتان بالانتخابات النيابية في 128 ناخب فقط بالانتخابات النيابية في 5 ملايين ناخب بديك وقت لا تشتغلي على الانتخابات النيابية وبالتالي عم بتقول أن اليوم فيه تفكير جدي سعودي وخليجي بالدخول على الساحة اللبنانية هذا يعني بالتثامن مع تسويات بالمنطقة وأنه اليوم رح يكون فيه كلمة للخليج بالانتخابات الرئاسية ارتباطا بما يتحضر وبما يعني يتقدم كمان من حوارات بالمنطقة من فيينا للعراق والحوار السعودي الإيراني وحوارات أخرى كمان منها يحكي عن حوار أردني إيراني كمان بالعراق اشتركوا في القناة